أجندات قد تكون خارجية أو مصالح داخلية لبعض الجهات المتنفذة هكذا علل محللون التدهور الأمني الأخير في ديالا فالقتل والخطف والتهديد مستمرون منذ أكثر من شهر والخوف من عمليات تهجير قسرية قد تطال بعض المناطق في المحافظة هذه الأعمال الإرهابية للمجامع المسلحة بقت على مستوى تنفذ على مستوى المحافظة أنا أعتقد ستقول إلى التهجير وإلى نزوح المواطنين من مناطقهم ومن قراهم التي لم يتوفر بها الأمن والاستقرار وهذه دعوة للأجهزة الأمنية أن تكثف الجهود وأن تعمل على كشف هذه المجامع المسلحة المنفلتة التي ربما تكون موجهة من دول خارجية ومن أجل وضع الحلول لهذه الخروقات وصل رئيس الوزراء محمد شيع السوداني إلى ديالا هذا اليوم واجتمع بالقادة الأمنية للوقوف على أسباب هذه الهجمات وإيجاد الحلول الناجعة للحد منها وإيقافها يأتي ذلك في الوقت الذي يتجاوز فيه عدد القوات الأمنية في ديالا 30 ألفان وعلى رغم من انتشار هذا العدد الكبير فإن الخروقات ما زالت تهدد أمن المدن وخصوصا في قضاء بعقوبة في وقت أشار فيه سياسيون لا ضعف الجهد الاستخباراتي بمتابعة تحركات العصابات الإجرامية التي تروع الأبرياء وتهدد حياتهم تصل إلى 30 ألف عنصر أو أكثر من 30 ألف عنصر هذه القوات هل من المعقول لا تستطيع حفظ أرواح المواطنين اليوم هناك عمليات إجرامية تحدث في مركز قضاء بعقوبة وفي مركز قضاء المقدادية وفي مركز قضاء الخالص وفي كل أقضية محافظة ديالا الهدف منها تأجيج فتن طائفية وتوتير الوضع الأمني في محافظة ديالا ومع فتح تحقيق في كل هجوم إرهابي يحدث في ديالا تجاوزت أعداد الضحايا في الشهر الأخير 30 شخصان دون الكشف عن الجهات المنفذة وسط تخوف من عودة الاقتتال الطائفي وتهديد السلم المجتمعي من محافظة ديالا عمر العبيدي قناة الفلوجة